يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله في الحرامين تقام الصلاة والشخص في أول دخوله للمسجد فهل يكبر طلباً لتكبيرة الإحرام أم يتقدم طلباً للصفوف الأول لا يكبر حتى يصل إلى الصف ثم يكبر ولو تأخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي بكرى رضي الله عنه لما كبر دون الصف ثم دب ودخل في الصف نهاه عن ذلك وقال له زادك الله حرصاً ولا تعود فلا يكبر إلا إذا وصل إلى الصف